في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخراً وزارة الداخلية نظم بعدة مدن من المملكة حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد فبإقليم راشدية شملت التعيينات الجديدة ثلاثين من رجال السلطة من بينهم الكاتب العام لإقليم راشدية ورؤساء ذوائر وبشوات وبعملة مراكش شملت التعيينات الجديدة على الخصوص الكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية والكاتب العام الملحق بديوان والجهة والكاتب العام مدير الحي الجامعي بمراكش وستة رؤساء مناطق حضرية إضافة إلى خمسة عشر رئيس ملحقة إدارية وقائداً ملحقاً بالكتابة العامة لعملة مراكش وثلاثة رؤساء ذوائر وسبعة قياد قيادات قروية وبمقر عملة إقليم آسفي جرى تقديم رجال السلطة الثلاثة والعشرين الجدد الذين التحقوا بالإدارة الترابية لإقليم آسفي كما جرى بإقليم الفقي بن صالح تنصيب عدد من رجال السلطة وتتعلق هذه التعيينات على وجه الخصوص بمناصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة الإقليم وباشا المدينة وباشا ولد عياد ورؤساء الدوائر والملحقات الإدارية وكذا القياد